السلام عليكم ومتابعينا ورحبا بكم جديد في القناة جيلنا الموضوع اليوم سوف نحضره فيه على حبة منع الحمل الطريقة هذه الحبة منع الحمل الطريقة هي التي تشوفها الضمانية في الصورة فكتكون فيها حبة واحدة هاد منو حادث ميتها الوان الوان كدير 145 درهم وكين واحد منو اخر كيتمانور ليفو تمان جيلوش يكون اقل ما وصلش 100 درهم ولكن حاليا مقطوع في الاسواق الفرق اللي بيناتهم هو هاد الوان تمان جيلو غالي هي كيوصل 145 درهم بينما نرليفو تمان جيلو ناقص ما فيت 100 درهم و الوان الوان هي المدة استعمال جيلو كتوصلتها الخمسين يعني نتيجة الفعلية جيلها كتوصلتها الخمسين بينما نرليفو عندها يومين فقط يعني يومين هو الحد الحد الاقصى يعني مثلا هاد المرأة درت علاقة حميمية مع زوج ديالها فخاسها تشربها النهار التاني يعني بحلق اللي ما خاسها شتفوت يومين بنسبال نورليفو اما بنسبال الوان فالمدة ديالها كتوصلتها الخمسين المكوين المكوين الاساسي في هاد الحبه هادي هو عبارة عن هرمون اصطناعي يسمى ليفو نوروجستريل ليفو نوروجستريل هاد الهرمون هاد فالدور دياله انه كي منعلن بويضة من الاخصاب كيفاش؟ طريقة باش يخدم هو ان هاد الحبه هادي فاش كتشربها المرأة كيكون افراز الواحد الماده مخاطيه ديالت عنق الراحم يعني كتولي السمك دياله غلاد يعني كتولي سماكه ديال مخاط وعنق الراحم وكي منعلن الحيوان المناوي من الوصول الى البويضة وكيتمنع الاخصاب كما قلت كل ما كانت كل ما كانت نتيجة ديالها مضمونة نسبة ديال يعني كل ما كانت ايام بعد العلاقة الحميمية اقرب كل ما كانت نتيجة ديالها مضمونة نسبة ديال 95% بينما كتبقت نقص والتي نسبة ديال 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 الدمانة ديالها التى الخمسيام رأيك تحت نتيجة اللي مكتبت ديالها وخمتة أيام وغيكي ما شرت انا نتيجة وفي حالة المرأة كانت حاملة و لم أعرف كيف هي حاملة فالدراسة تؤكد لأنها لم تكن أثار جانبية ولم تكن أثار جانبية و لم تكن أثار جانبية و لم تكن أثار جانبية و لم تكن أثار جانبية وكذلك بالنسبة للمرأة التي تستطيعها مع حميمة و تسأل على الأمراض الجينسية فهي لا تحمي منهم و اللي سنشر لي هو الناس اللي لا تصلح لهم على الأمر و الناس اللي لا تصلح لهم هم الناس اللي لديهم محتارة عائلة مراضي اللي يكون في الحاملة خارج عنق الرحم مثلا المرأة اللي كان عندهم متاريخ عائلة أن الحاملة يكون خارج عنق الرحم فهي لا يمكن أن تكون أخصاب يعني المرأة ما غاديش تعتها نتيجة أو لا الناس اللي عندهم مشاكل حد في الكبيد أو لا الناس اللي عندهم صدع نصفي حد أو لا الناس اللي عندهم أمراض دي القلب والأوعية الدموية أو لا كذلك الناس اللي عندهم التهاب في قناة الفلو يعني بنسبة اللي نحن راح كتصلح لناس كاملين نساء كاملين إلا هادو اللي ذكرت أمراض القلب والأوعية الدموية صدع نصفي حد مشاكل حد في الكبيد التهاب في قناة الفلو أو لا تاريخ عائلة مراضي كيوقع فيه الحامل خارج الرحم كما شرت أن هاد الحبوب ما كتسببش لنا إجعاد وما كتسببش لنا تشغوهات بالنسبة للجانين يعني في حالة كالحامل حيث شي مراض كتكو مثلا أعرض دي الحامل ما زال ما بينش والمرأة مثلا درسوا حد العلاقة حميمية وبقت خايفة من الحامل كتاخدها دونك نتمنى أن هاد الفيديو هادا يكون فهم بالنسبة لهاد الحبة هادي ركت تاخد في الحالة الطارئة مشي غادي تبقى تستعملها المرأة كوسيلة حامل يعني كل شهر إنما هي حبة تحمل منع طارئة كتوقع في بعض الحالات وإلا كنت كتتعمل شي وسيلة مثلا الأقرص فكتشور بعض إلواء وكتكمل الأقرص ديالها يوان تلقى إن شاء الله في فيديو ماجي ما تنسوش ترجع ديالنا باللايك أو لماذا لا تشترك شي تشترك معنا في القناة إلى اللقاء موسيقى